تشكيل النادي الاهلي لهذه المواجهة التشكيل المتوقع لهذه المواجهة مرسي الكرة استقالة يعني بشكل كبير جدا على التشكيل اللي هيكون كالتالي تعال نشوف في حراسة المرمى مصطفى شبير محمد هاني ورامي ربيع ومحمد عبد المنع معالي معلول في خط الدفاع امام عشور ومران العطية مع السولية او كوكا في وسط الملعب حسين الشاحات على الشمال بيرسي التاو على اليمين وسام او مودست او كهرباء في الهجوم هتقول لي ازاي التلاتة يعني وسام لو جاهز هيبدأ لو مش جاهز فكهراءه ممكن يبقى عنده فرصة كمان اكبر من مودست انه يبدأ هذه المواجهة التلاتة في الصورة يعني التلاتة في الصورة لم يحسم مرسي كل الكهراءه بالنسبة لي المواجهة ولجندي التشكيلة الاقرب للنادي الاهلي لهذه المواجهة بي